أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين قولنا إن الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله أو والخلوص من الشرك وأهله هل هناك فرق بينهما الخلوص والبراءة بمعنى واحد بمعنى واحد لا فرق بينهما ومعناه أنهما يكفي أنك تفرد الله بالعبادة ولا تشرك ما يكفي هذا حتى تتبرى من المشركين وتعتقد بطلان ما هم عليه تعتقد بطلان ما هم عليه أما لو قلت ما علي منهم وأن هذه فرية وكل عقيدة نقول هذا باطل الله أمر بالبراءة من المشركين ومن دينه وما أنا من المشركين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي براءة كانت لكم فصوة حزنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إننا براءة منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده هذا دين إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا باتباعت يأتينا في هذا الزمان من المتحذلقين من يقول لا لا تتبرر من المسيكين لهم دين وهم دين الله جل وعلا قال لكم دينكم واليدين من باب البراءة لا من باب المسالمة والموادع وكل اللهدين لا فل هذا من باب البراءة منهم ومن دينين ما هم من باب إقرارهم على ما هم عليه وإقرارنا نحن على ما نحن عليه وكل اللهدين وهنا هذا ما هو صحيح نعم